التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي مع وزير خارجية بوركينا فاسو في نيويورك وأكد عبد العاطي على أهمية متابعة نتائج جولة المشاورات السياسية التي استضافتها القاهرة في نهاية أبريل الماضي على مستوى كبار المسؤولين كما أكد وزير الخارجية على حرص مصر على تقديم الدعم لبوركينا فاسو في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا وعدد من القضايا التي تهم البلدين حيث أكد الوزير عبد العاطي على استمرار الجهود المصرية لتعزيز الاستقرار في دول منطقة الساحل